اعلانات جوجل ادسنس التلقائية شلكة انرجايزر تعلن عن هاتفها مع بطارية رهيبة بساعة 16000 ميلي امبير فيرو موقع السوشيل ميديا الجديد الذي سيتغلب على الفيسبوك حظف تطبيق صراحة من جوجل بلاي وابستور هل هي مؤابرة على العرب؟ مغني الرب الشهير 50 سنت يصبح اكثر فراء بسبب بيتكوين يوتيوب تعتذر وتعلن عن موعد مراجعة القنوات الاعلان عن نوكيا بنانا الجديد ازيو ستعلن عن هاتفها الجديد وهو توأم ايفون اكس كل هذا والمزيد مع نشرته التقنية تابعونا قامت منصة ادسنس التابعة لجوجل باضافة شكل جديد من الاعلانات وهي ما يسمى بالاعلانات التلقائية او الاوتو ادس هي اعلانات تقول ادسنس انها مفيدة جدا لاصحاب المواقع فما هي هذه الاعلانات؟ بكل بساطة هي اعلانات اوتوماتيكية يعني تقوم بعرض الاعلانات بشكل تلقائي عن طريق اظهار الاعلانات في اي مكان داخل الموقع حسب ما يراه محرك البحث الاعلاني المخصص لك يعني ان دخل الانسان من حاسوب او من تابلت او غيره فسيختار الاعلان حسب الدخول الخاص بالموقع هل تختلف اعلانات ادسنس تلقائية عن الاخرى؟ اشكل الاعلانات في جوجل متعارف عليها فهي تقريبا نفس الاعلانات ولكن الفرق بينه سابقا ولاحقا ولكن الفرق بين الطريقة القديمة والطريقة الجديدة هي ان جوجل ادسنس يظهر الاعلان حسب المستخدم وحسب نوعية الجهاز الذي يستخدمه هل ستزيد اعلانات جوجل ادسنس الارباح؟ لك يعني اصحاب محتوى هذا يعتمد يعني على التجربة شخصيا قمت بتجربتها وارى انها مفيدة نوعا ما وخاصة لاصحاب الموبايل يعني الزيارات المتأتية من الهاتف ستكون مربحة غير السابق فحاليا نسبة الذين يستخدمون الموبايل اكثر من 60% لازوار المواقع شركة اينرجايزر المعروفة بانشائها للبطاريات الرائعة قررت حاليا دخول الاسواق ومنفسة الهواتف الموجودة عن طريق هاتفها الجديد باور ماكس بي 16 برو الذي يأتي مع بطارية رهيبة بطارية بساعة 16 ألف مليون بير يعني مع هذا الهاتف الجديد ستستغني تماما عن الباور بانك يعني هاتف رائع جدا فسيكون في السوق في موفى شهر يونيو فسننتظر هذا الهاتف الرائع فيرو هذا الموقع لا ادري ان كنتم سمعتم بهذا الاسم سابقا ام لا ولكن اكيد اسمه سيتكرر عديد المرات لاحقا لان هذا الموقع يعد حاليا الحدث الاهم في مواقع السوشال ميديا في الغرب وخاصة ان فيرو يقول انه سيكون المنافس الاول للفيسبوك موقع فيرو حاليا يقدم خدماته عبر تطبيقات جوجل بلاي وابستار يمكنكم تحميله استعمال فيرو سهل جدا يعني وفيه عديد المميزات الرائعة ويقول فيرو انه حاليا يتيح انشاء حساب مجاني فسيقوم بعمل الحسابات المدفوعة لاحقا يمكنكم تنزيل هذا التطبيق عبر جوجل بلاي وتجريبه انا ارى ان هذا الموقع بنفس جدا يعني للفيسبوك وخاصة انه يعني تقريبا في فترة وجيزة تجاوز تحميل هذا التطبيق مليار تحميل اي انه سيكون له مستقبل زهر انتشر في سنة 2017 الموقع العربي الرائع صراحة موقع عرف انتشارا واسعا ليس في العالم العربي فحسب وايضا في العالم الاجنبي حيث يقدم المستخدميه يعني ميزة لا تجدها في مواقع اخرى وهي استقبال الرسائل بدون الكشف عن الهوية ولكن يعني بعد ان كانت نسبة التحميل لهذا التطبيق كبير جدا قررت يعني كل من جوجل بلاي وابستور حفى هذا التطبيق من المتجر الخاص بها وذلك حسب رأيهم ان فيه اتهامات بالتجسس على مستخدميه وهو ما تترق اليه احد الخبراء الامنيين حيث اكتشف ان تطبيق صراحة يقوم بالاستحواذ على المعلومات المهمة كلائحة الانتصالات بهواتف الاصدقاء والبريد الالكتروني ويرسلها الى خوادم التطبيق فهل هذا صحيح ام لا هل هي مؤامرة على العرب يعني قام موقع صراحة بتكذيب هذا التصريحات وقال انه يعني الغاية من الموقع هو التواصل يعني فهل هي مؤامرة جديدة على العرب اتركوا التعليق لكم مغني الراب الشهير 50 سانت يصبح اكثر ثراء جراء البيتكوين هذا ما اعلنت عنه شركة TMZ حيث قالت انه يعني 50 سانت قام بدعم مشروع البيتكوين وذلك عن طريق الطلب من عشاق هذا المغني القيام بشراء الالبوم الذي قام بانشائه البيتكوين وحسب ما صرحت به نفس الشركة TMZ قالت انه ارباح يعني 50 سانت حاليا تقدر ب700 بيتكوين لغاية هذه اللحظة هذا ما كذبه الفنان وقال انه لم يتعامل ابدا بعملة البيتكوين واخيرا يوتيوب يعني تعتذر وتعلن عن تاريخ مراجعة القنوات يعني العديد من الناس قنواتهم متوقفة حاليا بانتظار الموعد المنتظر لمراجعة القنوات وقالت يوتيوب انها تتوصل حاليا بكمية كبيرة من القنوات وانه ستحل هذا المشكل في بداية شهر ابريل حيث ستقوم بمراجعة كل هذه القنوات المتوقفة والمستوفية الشروط الجديدة التي شرحناها سابقا التي هي 4000 ساعة مشاهدة في اخر 12 شهرا والالف مشترك وهذا ما قالت عنه يوتيوب عبر تدوينتها عبر تويتر فسنرى ان صدقت يوتيوب هذه المرة ام انها مجرد وعود كالمرة السابقة الاعلان عن نوكيا بنانا الجديد نوكيا بنانا الجديد رائع جدا اكيد الكثير منكم يعرفه نوكيا تقوم حاليا بعمل تقريبا انشاء هواتف بعد نجاح هاتف نوكيا ترونترواديس حاليا تعيد نوكيا بنانا بشكل جميل كما ترون الآن وستعلن عن البيع قريبا هاتف بنانا الجديد سيتيح العمل بالفور جي وسيكون فيه عديد الميزات الرائعة التي سنتحدث عنها لاحقا شركة ازيوس تعلن عن هاتفها الجديد هاتفها الجديد كما يقول الكثيرون فهو توأم ايفون اكس شركة ازيوس لم تخفي ذلك بل في المؤتمر الصحفي الذي اعلنت عنه عن هاتفها الجديد زينفون 5 قالت انه يعني وقامت باذهار الايفون الجديد وقالت انه شبيه بالايفون اكس وخاصة اهم شيء في هاتف ازيوس هي القوة والسعر انه هذا الهاتف سيأتي بسعر 500 دولار فقط اذا هاته هي نشرتنا لهذا اليوم هي اول نشرة تقنية في مدوينتنا اتمنى ان تنال اعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته